اسبانيا اسبانيا هو المنتخب اللي عمل مفاجأة كبيرة جدا جدا في القايمة بتاعته يعني كانت قايمة المفاجأات باستبعاد تلات لعيبة مهمين جدا جدا والبرفورمانس طاحتهم دلوقتي قوي جدا ولعيبة كبيرة جدا وليها تاريخ وباع كبير جدا مع منتخب الاسباني نشوف في الاول التشكيلة بتاعت طبعا اول حاجة معنا طبعا ديفيد دخية مش موجود قال لنا اللي اعتمد كله يا كريم بقى على اوناي سيمون حارس قتلاتكم بالباق اللي عمل طبعا يعني اداء عالمي الفترة اللي فاتت وروبرت سانشيز وديفيد رايا ده بيلعف في انجلترا عندنا في خط الدفاع كربخال باكرايت سيزر اسباليكويتا باكرايت ايريك جارسيا برشلونة سنتر باك جيمون وده سبب من اسباب عدم استدعاء سيرجي راموس وهقولك ليه عندنا باوتوريس وعندنا امريك لابورت العائد من الاصابة وعندنا جورتي قلبا وعندنا خسي جايا اللي تندل في الشمال بالزبط كده عندنا بقى في خط الوسط عندنا سيرجي بوسكتش عندنا رودريجو لعيب منشستر سيتي عندنا جافي عندنا سولر عندنا ماركوس يوريينتي طبعا معروف وعندنا بيدري وعندنا كوكي وفي خط الهجوم بقى عندك فيران توريس نيكو ويليمز ده مش نيكو ويليمز تا انجلترا اكيد ده واحد تاني بالزبط كده وعندنا ييري ميبينو ويالفارو موراطا معرفش ليه يعني ماركو اسنسيو وبابلو سارابيا بي اس جي وداني قلمو اللي كان سعيد جدا جدا بالدمامه لمنتخب اسبانيا عاوزين نتكلمة كريم على الاستبعادات انت زي بتا بتستبعد اكبر اكبر قائمة كان فيها مفاجأ انت بتستبعد دخيها السنة دي بيعمل اداء شبه الاداء بتاع دخيها مش السايرة اخر سنتين قبل كده شوية اعم جوزي موريني اكتر لعيب لاعب في الدوري الانجليزي عدد دقايق ده مباراة للفاتبا اكتر لعيب في التاريخ لاعب عدد دقايق في الدوري الانجليزي مستقعه عالي جدا تعرف انا طبعا مش اشجر مش السنوات فرجع كل ماتشاتهم الراجل بيعمل صدات اعجازية رفليكس اكشن بتاعه سريع جدا 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 يا كريم فاستبعاد كان غريب ولكن خلاص واضح ان المستقبل اللي جاي لسيمون ولو تفتكر ان دخيها ده ممكن يكون سبب من الاسبان واخلاص هو شايف ان انا هعتمد على سيمون وهو ده اللي موجود عندي الاستبعاد التالي لكان مفاجأ كبير وهنا هسيبي الاستبعاد الاكبر للثالت واحد هو تاج والكنطرة هل تعتقد يا كريم من فيه فريق في الدنيا ممكن يبيعانده تاج والكلطرة او منتخب او بلد في العالم يبيعاندها تاج والكنطرة هو واحد من افضل اللعيبة ازا كان متشوفش ان هو واحد من افضل 3 لعيبة في العالم بيقدروا يطلع بي الكورة يضغط عليها كريم بيطلع يضغط عليه جامد قوم اتنين لعيبة بيعمل شورت باس صحي في الرجل ياخد الكرة بكعبه يعمل دريبل يعمل فنت ما عافش ازاي التاجه ولكن ترى مش موجود ولكن قصة كلها في انريكي اجليسيا في لويس انريكي وقصة طبعا بوسكتش والاعجاب الشديد ببوسكتش والكلام اللي هنروح لتصريحاته التالت بقى وهو مين وهو سيرجي راموس قالت اتخيالك كريم سيرجي راموس مش موجود في قايمة منتخب اسبانيا واللي موجود ايريك جارسيا او حد زي ايريك جارسيا مسلا ايريك جارسيا محترم الكامل لي ده لعيب بيغرق برشلونة وبفيش لعيب عليه الايمة بسيسناء سانية مشي من منشستر سيتي وهو عليه الايمة فهلا انا مش عاوز ازاي ما جيبش سيرجي راموس اللي حصل على كل حاجة واخد يورو مع اسبانيا واخد كاسعالم مع اسبانيا واخد كل بطولات مع ريال مدريد حتى بريس انجيمان اللي ملعبش سان فات كلها سانية اخد معهم سوبر فشيء غريب جدا ولكن واضح ان لويس انريكي عاوز يلم قط اللبس يبقى هو الليدر مش عاوز كلام كتير مش عاوز حد من لعيبة كوبار يتكلم لان سيرجي راموس شخصية كريزمة قوية جدا جدا وممكن جوه الملعب ممكن يأثر على قرارات في مدربين بيحاب يقولك انا بس انا مش عاوز حد لقوة منك انا لو واحد يمش عاوز حد لقوة شفنا حاجات كتيرة مثلا يعني كوبر مثلا مع حسام غالي وحاجات كتيرة بس يعني هل تستبعد سيرجي راموس عشان انت ممكن تتعامل معاك نجم وتعامل معاك بطريقة تانية بس يبقى موجود سيرجي راموس بس هو ايه القصة كلها عنده في حاجة كريمة او مش عاوز لعيبة لما طاعد احتياطي توجع دماغه وهو مبسوط ان الفريق كله الشباب وجلهم شايفين وليجند وكلهم ملتفين حواليه وارجع بقى لتصريحات بيدري والتصريحات بوسكتش قال مع بيدري وبوسكتش ايه بقى بوسكتش قالك احنا ممكن نموت عشان خاطر لويس انريكي بيدري راح قالك احنا لويس انريكي عنده من القدرة زي الساحر كده انه هو يقول لنا على اي حاجة ممكن نقتنع بها فوضح ان فيه علاقة كويسة ما بين لويس انريكي وما بين اللعيبة الصغيرة في السن عشان كده هو مش عاوز لعيبة هم هو لعيبة برشلونة من الاخ بس وارجع بقى لتصريحه الغريب جدا بقى لويس انريكي عمل تصريحين غراف جدا قالك بوسكتش هو افضل لعيب خط وسط في العالم من وجهة نظري انتو مش عجبكم الكلامي ده بس انا من وجهة نظري ان بوسكتش هو افضل كان هو ده بقى القصة كان من 3-4 عصين اقول لك كان يعني انت اتقارن بتاجه والكنترا وبرضو من افضل الناس اللي كان مهم ما يتضغط عليه ويتترس عليه راجل بيقدر يطلع بمهارة كبيرة جدا فده ده 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 بوسكتش بس الوقت عنده كم سنة بعد ثين سنة ومش قادر واكبر صغرة موجودة كريم في برشلونة واتكلمنا معليها كتير وشفناها في التاكتكس اكبر صغرة موجودة عند برشلونة وبوسكتش دي حاجة حاجة تانية يا كريم برضو جيبي يقول لك انا انتو مش عجبكو القايمة بتاعتي انا شايف ان انا احسن مدرر في التاريخ انت كلامك ده مش عجبكو بيقول للصحفين بس انا انا مقتنع بيه ففي التاسر حاجة غريبة ولو بيقول مش عاوز حد يتكلم معايا في اي حاجة منتخب اسبانيا منتخب اسبانيا منتخب قوي ولكن في شباب كتير بس يبقى منتخب اسبانيا التشكيلة هو بيلعب بطريقة بتاعته اربعة تلاتة تلاتة مفيش فيها اي كلام بس انا برضو عاوز اقول لك برضو اسبانيا السنة دي عاملة مباراة كويسة السنة دي في 2022 لابت تسع مباراة يا كريم كسبت ست مباراة وتعدلت اتنين وخسرت مباراة واحدة بس من سويسرا في دوري الامم الاوروبية منتخب اسبانيا ممكن يروح بعيد بتتكلم على الخط الامامي بتتكلم على تورس بتتكلم على فاتي بتتكلم على سرابية بتتكلم على بالزبط بتتكلم على اسنسيو بتتكلم على مراطة فيه لعيبة كتيرة جدا 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 فمنتخب اسبانيا اعتقد ان هو ممكن يخلص اول المجموعة ودي مجموعة طبقية جدا وهيبقى اقوى مواجهة موجودة في دور الستاشر في مجموات كلها يبقى بين اسبانيا والمانيا احنا كده خلصنا المجمواتين بتوقيت الساعة دي مباراة اسبانيا دي مباراة اسبانيا في اتنين وعشرين بصة كريم كسبة السويد واحد سفر كسبة البانيا كسبة اسلاندا خمسة سفر تعادلت مع بورتغال فلوس كواد واحد واحد تعادلت مع التشيك اتنين اتنين بعد كده رجعت تاني كسبة التشيك هي دي كسبة سويسرا واحد سفر وكسبة التشيك تاني دي زي ما قلتك رجعت كسبتها تاني وسويسرا قمت رجعت كسبتها واخر مباراة برضو لكسبة بورتغال وعاوز اقولك ان هي من الفرق الاربعة اللي تأهله السمي فاينال بتاع دوري امه الاوروبية منتخب اسبانيا افضل بكتير يا كريم من السنين اللي فاتت وعاوز اقولك بس على حاجة اخيرة في سيرجي راموس في لعيب اسمه جوايلمان ده بيلعب في فالنسيا عنده اتنين وعشرين سنة اللعيب ده ممكن يكون سبب من اسباب مع رجوع على بورت ان سيرجي راموس ما نضمش لعيب بيقدر يطلع بالكرة تحت كواس جدا لعيب جوكر يقدر يلعب في كزا مكان فيش اي سبب يمنع ان افضل مدافع في تاريخ الكرة الاسبانية ما يكونش موجود على الاقل افضل مدافع في تاريخ الكرة الاسبانية على الاقل سيرجي راموس ما يكونش موجود في كأس العالم